خليني بقى اروح لنقطة تانية كالعادة وعلى طول ومش حازها النقطة تخص اتحاد الكرة اتحاد الكرة ده فعلا حاجة عجيبة جدا وحاجة يعني تخليك تستغرق ودايما بيأكدولنا يوم بعد التاني ان لا في حاجة في الادارة غلط ادارته في حاجة غلط هتقول لي ليه هقول لك اصل كل حاجة بيدرها وبيظهر فيها شخص واحد بس وقلنا عليه كتير جدا نبل كده فيش حد بيستجيب ولا حد بيسمع ولا حد خلص وهو وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ده ايه طبعا هم بيسخوا فيه ثقة عمياء لانه بينفذ كل ما هو ضد النادي الاهلي كلنا طبعا مش ناسين قصة اخفاء الخطاب يعني هو الرجل بينفذ ساعة بطولة افريقيا نهاية افريقيا يعني بينفذ مهمته على اكمل وجه فالتالما بينفذ مهمته على اكمل وجه وبيسمع الكلام علشان يحارب النادي الاهلي وبقى ضده لازم كمان يتكافئ لازم كمان يتكافئ اخر المكافئات دي من غير ضحك من غير ضحك واستغراب انه هو وليد العطار اللي هو الموظف في اتحاد الكرة تولى رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كاس الأمم افريقيا للشباب اللي هتقوم بالقايرة في شهر مارس القدم ان شاء الله نقف هنا بس ليه ليه انا عايز اسأل بس ليه هو ما فيش كفاءات وكوادر وناس بتفهم جوه الاتحاد الكرة غير وليد العطار هي ايه الامكانيات الخارقة اللي عنده وليد العطار ايه الامكانيات اللي عنده اللي مش موجودة عند عضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة بالمناسبة فين مجلس ادارة اتحاد الكرة فين اعضاء المجلس وازاي راضين عن كده كابتن حزم امام كابتن محمد بركات يابي كومي اللي هو مشهور كابتن عامر حسين محمد ابو الوفا خالد الدرندالي خالد الدرندالي نائب الرئيس والاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المجموعة دي ما احترامنا وتقدرنا ليهم ما عندهمش امكانيات لتولي المهمة دي لتولي مهمة رئيسة لجنة المنظمة البطولة فلازم يجيبه وليد العطار اللي هو المدير التنفيذي ومشرف على لجنة شؤون اللاعبين اللي بيترأس بعثات المنتخب للخارج زي ما حصل في مبارات بلجيكا تخيلوا تخيلوا مبارات بلجيكا راح هو رئيس بعثة لحين وصول الكابتن حزم امام وقبلها حاجات دي معراش انتوا عارفينها ولا مش عارفينها الكتب تقول لها ما كتبتش قبلها كان في الجزائر مع منتخب النشئين في دورة شمال افريقيا ورح سيبهم ورجع راح الكويت ده بيعمل كل حاجة على مزاجه زي ما هو عايز كأن ما فيش غيره في الاتحاد كأن الاتحاد ما فيهوش كفاءات غيره غير وليد العطار طب حد يوضح لنا حد يوضح لنا احنا كبني قدمين كبني قدمين مصريين بيهمهم يعرفوا كل حاجة عن حال الكرة في مصر حد يقول لنا من اتحاد الكرة يوضح لنا امكانيات وقوة وليد العطار في الجبلية دي ايه جاية من ايه ما هو اللي بيدير ما احترامنا الجميع الاسماء مرة تانية في مجلس الاتحاد الكرة هو انتو ايه دوركو يعني ايه دوركو جانب وليد العطار ما خلاص احنا عرفنا ان وليد العطار عنده نفوز هيلة طب استكمالا لنفوز كمان وليد العطار في الجبلية هو ليه في التحاد الكرة بنلاقي بنلاقي جوابات جاية من الفيفا محدش بيسمع عنا حاجة اه مرة ايقاف خيط ومرة مطالبات بغرامة ومرة بيقاف لعبين كل ده للنادي واحد الجوابات ما بتطلعش لا ده كمان في حاجة مهمة تحاد الكرة تطوع وسدد الغرامات اللي على النادي ده ومطلعش تختاب الفيفا ومحدش يعرف حاجة الا لما مسؤولين بتقع النادي نفسه اعترفوا اعترفوا ومسؤولين التحاد الكرة بعد كده انما خطابات تانية بقى زي يخطاب مثلا موعد مشاركة كهرباء اول موصل انا خلي بالكم انا مع الحق بس انا بقول لكم الفرق بس اول موصل الاتحاد الكرة وزعوه على كل الصحفيين وزعوه على كل الصحفيين اول موصل مش ده تسريب برضه ولا انا متهيق لي كده ده تسريب وايه مش بطريقة شرائية لا لا بطريقة غير شرائية لان هم في البداية سربوا اللي موجود في الخطاب سربوا الخطاب وبعد ما تسرب يقول لك ايه مزر برضه في التحاد الكرة علق على ايقاف كهرباء بعد ما تسرب تخيلوا حضراتكم ده التحاد الكرة بيدار ازاي الله اعلم الله اعلم تطوير الكرة المصرية ازاي حد تكلمنا عنها ما حدش قال حاجة الخطط بتاعتهم المستقبلية علشان تطوير الكرة المصرية حد تكلم فيها ولا حد قال حاجة ولا سمعنا حد طيب طلع برضه كابتن عامر ما احترامي كابتن عامر لانه زميل وصديقه واخ عزيز ولكن برضه يا كابتن عامر انت قلت كلام مش مفهوم احنا مش عارفين طيب حضراتك مش عارف كمان اذا كنت حضراتك مش عارف كمسؤول عن الكرة في مصر او كمسؤول في اتحاد الكرة مش عارف تفسير للخطاب اللي هو جالكو اللي جالكو من يفسر لنا الخطاب يا حاجة عامر او يا كابتن عامر انا ما عاftaش اقولك يا حاجة عامر لان انا ايه يعني بني وبينك عشة عامر فقول يا كابتن عامر طيب مين اللي صرب الخطاب مين اللي صرب الخطاب من جوه اتحاد الكرة ومين اللي فسره على مزاج على مزاجهم ما هو التفسير اللي عن مزاج ده اللي هو يتوافق مع امنياتهم في اتحاد الكورة عشان يبقى ضد النادي الاهلي لكن بإذن الله الحقيقة هتظهر في يوم الايام طبعا وتتضح للجميع للناس بالاتحاد الكورة برضو معلش انا بطول في حتة اتحاد الكورة كابتن عامر برضو بوجه لحضرك سؤال تاني هو امتى حننتهي من الكلام على ان مشاركة النادي الاهلي في كاس العالم مشكلة ومسببة لنا ازمة خلاص انت قلتها مرة يا كابتن عامر قلتها مرة سمعناها بعد كده مرة تانية الى ايام اللي فاتت خلاص ما هي اتقلت مرة واعتقد ان خانك التوفيق في التعبير عن ان مشاركة النادي الاهلي في كاس العالم هتسبب لنا احنا كمسؤولين مصريين المفروض نقف جنب النادي الاهلي انتوا يعني هتسبب لكم مشكلة نفسي او نفسنا نسمع منك اجابة على الكلام ده يعني حضرتك بتعمل تقريبا مداخلة يوميا كل اجاباتك او معظم اجاباتك بتدور حول حاجة واحدة بس ان الاهلي هيعمل لنا ازمة في جدول الدولة ان الاهلي ما كانش في الحزبان انه يلعب في كاس العالم ان الاهلي ممكن كمان يوصل نهاية كاس مصر وده ما كانش هيبقى في الحزبان ازاي يعني طيب ليه حضرتك ما بتردش على الناس ولا على الاخ اللي طلع قالك على جساتي ان فيه مدشى هيتأجل مسمعناش حاجة يعني لما طلع واحد وقالك على جساتي ما فيش مدشى هيتأجل وحتشوقه لو تأجل مدشى ايه اللي هيحصل محدش رد طب مش عايزين ترده ليه طب ما تخله وليد العطار يرد ولا ما بيرد يشوف في الحاجات دي هو دوره بس انه يخب الجوابات الخاصة بالنادي الاهلي يا كابتن عامر يعني انت اتكلمت كتير على موضوع ان النادي الاهلي سبب لك مشكلة وارتباك وان مشاركة النادي الاهلي في كاسة العالم انديع مشكلة كبيرة طيب هو الحل عند مين حضرتك كابتن عامر المفروض ان الحل عندك انت الحل عندك المفروض احنا دلوقتي لما بتحط حضرتك جدوى للدور ايل حيبتدي شهر كذا حينتهي شهر كذا على فكرة احنا من ايام زمان من ايام زمان من ايام يعني الله يرحمك الكابتن سياج لما كان هو مسؤول عن جدوى للدور لما كان بيحصل فيه حاجة فيش مشكلة ماشي يتأجل فترة مدى من نخلص في الشهر مايو ولا يونيا نتخلص في الشهر يوليا ما انت اصلا بتتكلم عن فرقة راح تمس المصر والنادي الاهلي النادي الاهلي هو خير ممثل المصر في البطولة دي وما فيش غيره ما فيش غيره دي 8 مرة ما حدش راح قابله عشان ما حاش يضحك عليكم قول لك اصلا كان فيه حد تعمل بطولة والبطولة تلاغت واحنا كنا لأحق وق ما فيش حاجة من الحاجات دي نادي الاهلي شارك 8 مرات دي مشاركة 8 اللي جاية دي في كاس العلم الاندي حد راح تاني حد راح قابله ما حدش طيب لما دي مشكلة كابتن عامر اكيد هتعرف تحلها خبراتك في لجنة المسابقات وخبراتك في جدول الدوري المفروض انها كبيرة المفروض دي كبيرة ولازم انت لو انت بتحط الدوري ان ممكن يحصل مستجدات ممكن يحصل تغيرات ده الوضع الطبيعي لاي مسؤول ممكن يحصل تغيرات طيب لما يحصل تغيرات البلان التاني ايه؟ ما هو انا كمسؤول عندي بلان اول وبلان تاني وكمان بلان تالت لو البلان الاول الطبيعي اللي انت بتحطه البلان التاني لو حصل كذا لو حصل تأخير لو حصل لقدر الله ان في مشكلة في النص بلان تاني يبقى انا اعمل بلان تاني تصور لبلان تاني تصور تالت طيب لو النادي الاهلي ان شاء الله يكمل ويوصل لنهاية بطولة افريقيا ما ده بلان تالت ان انت اصلا ما قدتش عامل حسابك او حاطت الجدول بتاع الدوري على ان النادي الاهلي مش في بالك بتاعت موضوع كاس العالم ان النادي الاهلي ممكن ما يوصلش نهاية كاس افريقيا انت حاطت في بالك كده طب وصل كاس أفريقيا يبقى أنت عامل حسابك من قبلها أنه والنادي الأهلي وصل النهاية أفريقيا هيحصل كذا وكذا وكذا طلع بقى البلان التاني والبلان التالي إنما إيه المطلوب من نادي الأهلي يعني أنا عايز أعرف إيه المطلوب من نادي الأهلي يعتذر عن البطولة يعتذر عن البطولة علشان حضرتك ما تشتكيش أو المسؤولين في التحاد الكرة ما يشتكوش ولا علشان تجامله أحد المسؤولين قولولي انتو امروكو غريب بصراحة هو انتو عايزين ترجعونا الوراء ولا عايزين نتقدم خطوة خطوة ما انتو معاكو معاكو مش هنتقدم الخطوة فانتو عايزين ترجعونا وراء طب نسبة على اللي احنا فيه حتى نسبة على اللي احنا فيه ده فيه ناس كتير جدا 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 كتقلم مننا وسبقيتنا سبقيتنا ايه بمراحل كبيرة جدا عايزين سنين وسنين وسنين عشان نوصل للي هما حققوه هما واللي وصلوله دلوقتي انتو كل امنياتكو كمسؤولين في اتحاد الكورة انك تشد الاهلي للخلف ترجعوا الورا ليه عشان المنافسين مش قادرين يوصلوا للنادي الاهلي قدام انتو دوركم ايه في اتحاد الكورة يعني انا عايز اقف بس هنا شوية انا عايز اعسأل سؤال بس لما نادي كبير ونادي عظيم زي النادي الاهلي هو اللي بيعليلك شنك هو اللي بيعرف الناس بره ان في نادي محترم ونادي عظيم جوى مصر بينافس وياخد بطولات ويرفع راس مصر عليًا ويرفع عالم مصر عليًا بدل ما تقف جنبه بتحاربه جوه اتحاد الكورة بتحاربه النادي الاهلي زي ما كان فيه السنتين اللي فاته ولا الثلاثين اللي فاته الكل بقوة تحدي كرة كان بيحارب النادي الاهلي وعايز يوقعه بس النادي الاهلي مش هيوقع ابدا ولا ان شاء الله بإذن الله بعون الله ولا حد حيادر يوقعه وخلينا اكلمكم بس في الاخر على حيثة الناس ازاي عايزة توقع النادي الاهلي